ضربة أمنية سعودية ناجحة ضد الإرهاب تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية جديدة هذا ما كشف عنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة العملية الاستباقية مكنت من القبض على عشرة متهمين تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري تدريبات ارتكزت أساساً على طرق وأساليب صناعة المتفجرات وبحسب التحريات الأمنية فإن ثلاثة منهم تدربوا في إيران أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة وتم تحديد هويتهم كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة في موقعين أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة ومن أهم المحجوزات المضبوطة لدى الخلية فتائل للتفجير وصواعق كهربائية وعبوات تحتوي على مواد كيماوية بالإضافة إلى أجهزة إرسال واستقبال وأجهزة تنصط متطورة وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليا وخارجيا لإلحاقهم للقضاء بعد استكمال التحقيقات ترجمة نانسي قنقر